خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لملخص حلقات الستة وعشرين من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان حداث كتير خلاص بقى يعني الخيوط ابتدت بقى تتربط وبتدينا نشوف الاحداث بتاعت التبان والتوست كده زي ما بنقول بتحصل في المسلسلات بتاعت التبان نكلم بقى مدي مسلسلات كتير قوي حقيقة كانت عندنا مسلسلات كوميدية زي الكبير جزء الثامن كمان حلقات الحداشر من المسلسل بقينة اتنين لشريف مونير بدون سابق انذار لآسر ياسين دي طبعا في الدراما الاجتماعية خلينا نتابع معايا خمى حضراتكم أهم أحداث حلقات امبارح والحلقات الستة وعشرين نرجع على طول الحلقات الستة وعشرين والحداشر من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة في الحلقة ستة وعشرين من مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن جي فيها ان لسه حزا القوم في مسابقة برنامج مين هيكسب النص مليون وكسب عشر تلاف جنيه وعليه يكسب الأسئلة اللي باقية علشان الكبير ما يخسرش العمودية زي مراهن عليها حزا القوم مع العمدة كبير الحنينة من ناحية تانية استرجع الكبير قوي ذكرياته في المدرسة والأسئلة والإجابات علشان يقدر يساعد بيها حزا القوم ماليش في الجسم أنا مطولة وبتخنجني هنا أنا هطلعيه يعني مسا البرجل والمنجلة والسمك اللي الجلل بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل إمبراطورية ميم بزهاب مي وحبيبة لبيت مختارة بولمجد بعد ما عرض عليها تفضل في بيته بعد ما طردها كريم طلقها في مشهد تاني الشرطة بتقبض على مختار بتهمة النصب والاحتيال بعدها بتحقق النيابة معاه في التهم المنسوبة إلي عاوزي اشتري بيتي وأنا رفض بيضغط عليك؟ توالت الأحداث في الحلقة 26 من مسلسل صدفة بطولة النجم ريهام حجاج حصلت مشجرة بنصاصة ونوجا بسبب عدم تنفيذ نوجا لوعدها بإنها تدي له صالة ألعاب رياضية وهتكتب عربية باسمه بعد ما يتجوزه ولما اتهمته نوجا إنه تجوزها علشان فلوسها جي رده بإنه فعلاً دي الحقيقة وإنه مش بيحبها وهنا راح مطلقها وهنا كانت والدته رحاب الجمل سمع حدثهم فأطلقت زغروتة فصدمتها نوجا إن ابنها وقع على مؤخر بقيمة ربع مليون جنيه في الحل 11 من مسلسل فراولة شهدت إنه فراولة اتفجأت برسالة من مستر يانج أو عبد الحكيم الصيني وطلب منها تقابله في أحد الفنادق خلال اللقاء اتعرفت على مستر غنام الخبير الأسري اللي كشف عن بيع مقابر فرعونية لأكبر متاحف في العالم شهد مسلسل بقيمة 2 الحل 11 تطور جديد في الأحداث شريف منير بيغير من زين ابن خالد ياسمين بعد ما وجد ياسمين طلقته معه في الكافي هنا راح لياسمين طلقته وتكلم معها حول أخرجها مع زين ابن خالدها من ناحية تانية بيتخانق مع حبيبته نادا بسبب غيرته من زين على طلقته ياسمين ونظرة المجتمع ليها بعد الطلاق وسألته نادا عن استمرار حبه ليها فما ردش عليها كمان شهدت الحل 11 من مسلسل بدون سابق انذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشة بن أحمد تورط مرهان في أزمة جديدة للبحث عن ابنه الحقيقة بعد ما اضطر يدفع فلوس كتير للشخص اللي حاول الوصول ليهم وادعى ان عنده معلومات عن ابنه الحقيقي لكن العكس هو اللي ظهر في نهاية الحلقة بعد ما ظهر ان مسؤول وزارة الصحة في الإسماعيلية هو العقل المدبر لعملية ابتزازه والحصول منه على أموال حاول متوزرش نعملاتي بوص انا مش فاهم انت نمش عايز ننزل معاك نحنا نمشتري سمك فو مي هيعملولي ايه يعني موسيقى موسيقى موسيقى